السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا باسماني معكم الاستاذ الصفاء من قناة تيوك. اسمعنا الاول مرة واعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعلنا الجرس. اه اليوم بازن الله تعبير عن التدخين خمسة او ست سطور تعبير قصير عن التدخين اضرار التدخين موجود في قنوات تيوك تعبير كثير عن تدخين واكثر من نمط وبعض السطور اه يعني انا كتبت باكثر من عدد اسطور يعني موجود اه عشر سطور لو تريد عشر سطور موجود في القناة اه اصنع عشر سطرا خمسة عشر سطرا اه سطور التي تطوبها موجودة ان شاء الله تجدوها في القناة. وباقصر بالنمط موجود تفسيري موجود تفسيري توجيهي في موجود تفسيري وصفي اه في هجاجي وغيرها من اه الانماط. نقرأ كده على بركة الله الموضوع موضوع التعبير عن التدخين. مقدمة اطرق بيض مسافة كلمة تدخين من افعة الخطيرة التي تصيب الانسان وتسبب له اضرار. دي المقدمة التدخين من الافعة الخطيرة التي تصيب الانسان وتسبب له اضرار. العرض اطرق بيض هتكلم على اضرار التدخين في العرض. يدمر التدخين الصحة ويسبب امراضا كامراض الجهاز التنفسي وتغطي الدم. بسبب عفوا بسبب ما يحمله من مواس سامنة اللي هي النوكوتين. كما انه يضيع المال ويسبب مشاكل اجتماعية. ويعود سببه الى الفراغ وانفقاء السوء ومشاكل عائلية وغيرها. الخاتمة اطرق بيض مسافة كلمة التدخين للموت وليس للحياة. فاحذر منه او نقول فابتعد عنه. اه دي موضوع اه كده موضوع قصير جدا سهل وبسيط عن التدخين. لو تريد وشاهد ازا تريد وشاهد ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بعيدكم الى التهلوكة. ممكن نضيفها بعد فاحذر منه. اهي قرانية شاهد اه اه اخص موضوع الافات الاجتماعية. اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. اعجبكم الفيديو تنسوش اللايك كومنت القناة. اشتراك في قناة ديوك دم دم. في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.